بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي الطلبة الصف السادس اليوم إن شاء الله عنا حل أسئلة لدرس من أصماء الله المحي والمميت تعرفنا في المرة الماضية على اسم الله سبحانه وتعالى المحي والمميت يالله خلينا نعمل مراجعة سريعة لما تم أخذه في الدرس حكينا أن الله سبحانه وتعالى لديه قدرة على أن يميت الإنسان ثم يحييه مرة أخرى وإحنا أمامنا في الواقع في عنا دلائل عم نشوفها على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإماتة والإحياء واللي حكينا عنها في النبتة أو الشجرة وقلنا أن كفار قريش قد أنكروا قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء وقالوا أن الله تعالى ليس هذه القدرة على أن يميت الإنسان ثم يحييه مرة أخرى وأن العظام هذه رح تتحلل ما رح يقدر أنه يحييها مرة أخرى وتعرفنا على مفهوم إيش؟ اسم الله المحي والمميت ما معنى اسم الله المحي؟ حكينا أنه يهب الحياة للكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات أي الله سبحانه وتعالى يهب يعطي الحياة أما اسم الله المميت حكينا أن يأخذ هذه الحياة التي وهبه إياها فتتوقف عن النمو والحركة طيب وحكينا أنه مجرد إحنا حققنا وآمنا وأيقلنا بأن الله لديه القدرة على الموت والإحياء فإن ذلك يحقق لنا آثار شو هي هاي الأثار؟ واحد يوقن بأن كل شيء بيد الله تعالى فيطمئن أن إحنا إذا يقننا أن الله سبحانه وتعالى هو فقط لح يحيينا وهو اللي بدميتنا بيطمئن قلبنا لأن عمرنا مش بإيد حدا من البشر كذلك يحمد الله تعالى ويشكره على نعمة الحياة إحنا زي ما حكينا كل يوم عم نموت موت أصغر اللي هو في النوم صح؟ ويشعر بقدرة الله سبحانه وتعالى ويؤمن بأنه راجع إليه طيب وفي عندكم تكليف نشاط بيتي يا ريت تحلو يا سادس مع بعضكم مع أفراد الأسرة تقرأوا الآية 259 من سورة البقرة وتستخرجوا منها القصة أو شفوها على النت موجودة بتلقص لي ياها يا منسو بتبعت لي إياها طيب يلا خينا نحل الأسئلة مع بعضنا البعض يلا السؤال الأول ماذا يقول السؤال الأول؟ أبين معنى اسم الله المحي حسنا قبل شوي راجعنا شو معنى اسم الله المحي؟ أي أنه يهب الحياة التي أعطاها للإنسان والحيوان والنبات إذن تكتب عندك طبعا على الدفتر السؤال بحبر زي ما حكينا والإجابة في الرصاص وعنوان الدرس موجود والتاريخ واليوم طيب السؤال الذي يليه أذكر أثرين في حياتي من أثار إيماني بأن الله تعالى هو المحي والمميت يلا شو أنه واحد يوقن بأن كل شيء بيد الله تعالى فيطمئن ولا يخاف شو هي با يحمض الله تعالى ويشكره على نعمة الحياة تمام؟ طيب يلا السؤال الثالث سؤال سهل جدا أكمل الفراغ فيما يأتي بكلمة مناسبة طيب في عندكم أكمل الفراغ حاطينا فراغ بدك أنتك تكمله بالكلمة المناسبة طيب في عندنا أول إش الفراغ شو بعدها نحاكي اسم من أسماء الله تعالى يعني أن الله يأخذ الحياة التي أعطاها الكائنات الحية فتموت وتتوقف عن نمو الحركة هذا اسم من إيه شو معنى هذا المحي والمميت المميت ممتاز طيب قول الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يدل على قدرة الله على الإحياء بعد الموت تمام؟ هيك منكون خلصنا حل الأسئلة فاتمنى يا ميس تكونوا مجاوبينها على الدفتر كما هي محلولة بخط مرتب ونلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته